شاهدوا ملكة جمال لبنان ناداكوسا في أحدث ظهور بعد شهر على تتويجها بدت بملامح مختلفة والجمهور يتفاعل شاركت ملكة جمال لبنان ناداكوسا مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام مجموعة صور جديدة لها من آخر جلسة تصوير بمناسبة مرور شهر على فوزها باللقب الجمالي وأطلت نادا في الصور بفستان أبيض اللون كلاسيكي حيث وضعت التاج على رأسها واعتمدت مكياجا ناعما لتنهى التعليقات المتابعين الذين أشادوا بجمالها مؤكدين أنها تستحق اللقب في حين لفت البعض إلى أنها بدت بملامح مختلفة عما كانت عليه عند حصولها على اللقب وفي وقت سابق كان انتشر مقطع فيديو يظهر ناداكوسا خلال تواجدها في أحد مراكز التجميل حيث حصلت على هدية قيمة وهي عبارة عن باقة ورد ضخمة كتهنئ لها بفوزها باللقب وبدت نادا في الفيديو سعيدة للغاية وشكرت كل من هنأها معبرة عن سعادتها الشديدة وواعدة بأن تمثل بلدها لبنان أحسن تمثيل وفي وقت سابق كان تصدر السؤال الذي طرحته ملكة جمال لبنان السابقة وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق على الشاب ناداكوسا خلال حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث قيل إنه كان السبب في فوزها علما أن السؤال كان قد طرح في وقت سابق في السنوات الماضية وفي التفاصيل سألت جورجينا رزق الشاب ناداكوسا عن الاسم الذي تختاره من بين المتسابقات لتكون ملكة جمال لبنان 2024 فقالت نادا إنها ستقوم بتقسيم التاج على جميع المشتركات كونهن تستحق اللقب ليتم بعدها انتخاب ناداكوسا ملكة لعام 2024 هذا السؤال أعاد الذاكرة لعام 2012 وتحديدا مسابقة ملكة جمال لبنان حيث تنافست رينا شيباني وشقيقتها رومي شيباني على اللقب فسألت جورجينا رزق السؤال نفسه لرينا التي اختارت شقيقتها للفوز باللقب ولاحقا تم تتويج رينا ملكة وشقيقتها وصفة أولى من هنا إنهال التعليقات المتابعين على أن السؤال متداول سابقاً كما أنه كان السبب بفوز ناداكوسا على غرار ما حصل مع رينا شيباني في العام 2012 وفي وقت سابق كانت أطلت ملكة جمال لبنان السابقة ماير عيدي في بث مباشر على حسابها عبر تيك توك تحدثت فيها عن كواليس انتخابها وما تمر به المتسابقات قبل الحفل بالإضافة إلى مصير التاج الذي يتم تسليمه للملكة وفي التفاصيل سئلت ماير عما إذا كانت الملكة المنتخبة تحتفظ بالتاج بعد انتخابها فقالت أنا لم يتم تسليم التاج فبعد انتخابي بربع ساعة فقد التاج في الكواليس ولم يعرف أحد ماذا حصل ولم أضع التاج سوى خمس مرات طيلت فترة انتخابه لكن عندما ربحت أدنت كيبت الكراون أتقول أولا مرة فات الكراون عبيتي لكن ربحت ضغرية منشي ربع ساعة فتت باكس ديج راح الكراون وحدا أخدو مباريف شو كان عم يسير وما رأيته يعني رحت عالبيت بولا كراون سارش ياس لكن رجعت لبسته بكام إبنت وبتذكر انه كان فيه 2 مادر من الكراون ويمكن لأخدو رئيس كست Abram وهكذا وأن عندما ربحت ماكسيوم خمس مرات صراحة لا أريد أن أخذت لأنني أشعرت أنني أشعرت أنها كثيرا وأن تذهب إلى إجراءة مراتية وأن تذهب إلى مع مراتية ليس عظيم وأنه غريب